The first scholar is called Plato. Among the naturalists, there was the famous philosopher Plato. إذن Plato، ولكن أسميه أفلاطون، كينتامي لديك الجماعة اللي اسمينها الناتراليست اللي كي أمروا بأن اللغة هي اللي هي جزء من الطابعة وكيمتينون تشجار كيمتينون تنزل الشاشة إلى أخيره. هاد بلايتو كتب لنا واحد ديالوج اللي اسمه لنا كارتاليس اللي هي Ancient Word اللي هي Greek Words. فهذا الديالوج يجبد لنا واحد جورة الناس كي ناقشوا مجموعة من أفكار اللي اسميتهم كارتاليس and hermonegist. To tell them whether names are conventional or natural. هاد الأفكار اللي كيتناقشوف في الديالوج عدو يعني تيشوفو واش اللغة كينا شي علاقة ما بين هادك شيء اللي اسمينه. ووش عندو الشكل وش اسمينه عن طرق الشكل ولا غير اسمينه بشكل عشوائي. That is whether language is a system of arbitrary signs or whether words have an intrinsic relation to the things they signify. إذن كيما كتلكم واش كينا علاقة ما بين هادك الشيء اللي شيء اسمينه يعني وششكل ديالو تيتوافق مع اسم ديالو. ولا فقط اسماء عشوائية. إذن هاد هو الديالوج هاد هو يعني المين ايدي ديالا الديالوج هذا. The discussed question was whether the relation existing between a thing and its name natural or not. إذن وش اتكش اللي كنسميه وش من الطبيعي أننا نسميناه ولا يعني فقط عشوائي كما كتلكم. Their answer was obviously yes as they thought it was due to physics and the logical deduction was that is not invented by the humankind. which means أنه يعني الناتراليس هكامت يآمنوا بأن اللغة أو بأن ذاك الاسماء اللي كنسميه ومن بينها كاس بسي طبلا إلى آخرين. تيقوك نوع يعني ما سميناه إلا عن طريق الشكل. يعني نحن نآمنوا بأنها سميه. يعني كين علاقة ما بين سميه و ذاك الشيء اللي سميناه. ديال الأنسر ديالما. For instance, the name table was naturally given to the thing that's four-legged flat-topped piece of fortunate used to eat on and was not invented out of the blue. إذن يعني قالوك هما مش هار حقنو وسميناه الطبلا طبلا إلا أنه خطارناه على الشكل. ولأن كل شيء عنده علاقة في طبيعة لأننا نهواتي بالنسبة النتراليس تيأمنوا بأن أي حاجة كتنبع من طبيعة. Why? Their explanation was that the language and especially vocabulary contained a loud of onomatopoeic word sound like words like meowing, bum, or splash. إذن هما ملسونهم الconvenentialists قالوهم علاش كتأمنوا بأن كل شيء مخلوق من الطبيعة و بأنه كان علاقة ما بين الشكل و الشكل اللي برادوا أو السمينا براد قالوا لي علاش. فقالوهم الإكسلميشن ديالهم قالوا بأنه يعني إحنا في اللغة ديالنا اللي هي اللاتينية اللي هي اليونانية I'm sorry. فعندنا واحد حاجة اللي كتسمى anatomapia اللي كنعنو بها يعني السمية اللي كنسميه على الشيء التي تكون عنده نفس الشكل. For example. من اللي كنناخده meowing فهي meowing يعني اللي مش ملتي يقول meowing فحنا نسمينا meowing على الاسم meowing اللي حقاش عنده نفس الcharacter sex. من اللي تقوله boom. سو boom هي الانفجار وعندو نفس الصوت ديال boom. Splash means من اللي كنصرف قشو واحد لك ندره splash كتسمى splash. ه yeast is the dirty أن majority mann black mann sun shoot kano 1997 lui MINAA HE KANYA تقول ما بين هاد الاسوات هادو كيد打 دو كبر كبير في أن نعرف من اللي علاقة ما بين شكل يعني أول اسم بأنها علاقة التكامل. إن شورت than naturalists claimed that the existence of such an online too pink words proves their theory and that language is not the fruit of invention. ولكن الـ Conferentialist مجدداً معهم لبعض أثناء إذن هما كما قلت لكم الثيورية التي أمنوا بها لاحقاش كان واحد العلاقة ما بين الشكل اللي كان نسميه شكل والاسمية اللي كان أعطاه مثل مياوين، بوم، سبلاش هذا هو الشيء اللي خلهم يأمنوا بالثيوري ديالهم بعض النظارية لأنهم عندهم واحد ريثوريكال ديفيس اللي هو الأنموتوبية اللي كانت عندها نفس العلاقة دي الشكل مع الاسم ولكن بالنسبة للـ Conferentialist يعني العلاماء اللي في الفرق الأخرى ما تتعفقوا شمعهم لا جوش الأسباب أول سبب هو أول سبب هو أنهم قالوا لهم هاد الأنموتوبية اللي متبعين أنتم يعني دارت لكم ثيوري ديالهم وذات قوت لهم ثيوري قالوا لهم بأن هنا مجموعة من اللغات اكاثا Ferranchi العلامية أياتا كماان changfi العلامية فهو مجموعة من اللغات لدينا دياله هاد الأنموتوبية قليلة Хarcss تعالى ق 맛 الكنولوجات الذين يضحضوا الفكرة النتراليس The second reason The majority of words in a given language are obviously not onomatopoeic إذاً قولوهم كذلك بأن مجموعة من الكلمات في مجموعة من مختلف اللغات ماشي ديما عن الشكل ديال الحاجة عنده علاقة مع الاسم الذي يسميناه غير بعض الكلمات جوشت الكلمات للتلاتة إذاً هذو ما الريزنس الذين أدو إلى ضحض هذا الثيوري النتراليس بأنه يعني كان علاقة ما بين الشكل والاسم دياله فجول الكنولوجات قولوهم No There is no relationship between the objects and the name of the objects